أقول للجميع اقرأوا التاريخ بعيادية اقرأوا التاريخ أيضا بشكل في نوع من الأخلاق فلنقرأ التاريخ ونعيد قراءة التاريخ نحن لسنا في حاجة إلى كتابة التاريخ من جديد وإنما في حاجة إلى قراءته لابد أن نقرأ بعين بصيرة وبعين واعية ونضع بأمانة كل المتغيرات وكل الظروف التي كانت محيطة تجد أحد هؤلاء يتحدث على الرئيس الزعيم جمال عبد الناصر بعد كل هذه المدة التي رحل فيها عنا وعن دنيانا ما زالوا يهيلون الطراب يحاولون أهالة الطراب على شخصية وعلى تاريخ وعلى منجزات وعلى هذه الفتوحات التي قدمها الرئيس جمال عبد الناصر وبنفس المنطق على الرئيس السادات أقول لهؤلاء لا تزيفوا التاريخ ولا تزوروا التاريخ ولا تطمسوا هذه لا تطمسوا هذه النقاط المضيئة التي أضاءت جنبات التاريخ تاريخ الدولة المصرية مكونات كل هؤلاء كل مواقف هؤلاء ونحن في فترة من أصعب فترات التي مرت على الأمة على الدولة على الوطن على الشعب بنستدعي من هذا المعين الحضاري وهذا المعين التاريخي بنستدعي ما نستقوى به على صعوبة المرحلة بالتأكيد كانت هناك هناك مواقف رجولية وبطولية من منا يستطيع أو من منا يقدر على أن ينسى موقف هؤلاء الزعماء عبد الناصر والسادات في صور الثلاثة وعشرين يوليو اثنين وخمسين من منا ينسى صوت الرئيس محمد أنور السادات وهو يعلن خطاب ثورة ثلاثة وعشرين يوليو اثنين وخمسين من منا ينسى خطابات الرئيس جمال عبد الناصر في كل مناسبة وطنية من منا ينسى خطاب عبد الناصر في تأميم قناة السويس من منا ينسى جمال عبد الناصر وهو يخطب في المنشية من منا ينسى جمال عبد الناصر وهو يذهب إلى أقصى المشرق والمغرب ونرى هذه الجمهير تحمل سيارته على الأعناق من منا ينسى قرار الحرب قرار خوض الرئيس جمال أنورسلات حرب 73 من منا ينسى هذه المواقف البطولية من منا ينسى حرب الاستنزاف هي سلسلة متكاملة متصلة متواصلة هذا يسلم إلى ذاك فعلينا ونحن نقرأ ونقدم العبرة والعزة أن نفخر بهما زعيمين للدولة المصرية زعيمين مصريين عظيمين مخلصين قطعا قطعا غير شكل المنطقة قطعا ما زال اسم جمال عبد الناصر بيصدح ما زال اسم جمال عبد الناصر عندما يتلى ويذكر بيحرك القلوب في الصدور جمال عبد الناصر لا يوجد دولة إفريقية إلا وبها شارع يحمل اسم جمال عبد الناصر ولا يوجد دولة عربية إلا وبها شارع يحمل اسم جمال عبد الناصر افخروا بزعمائكم أنور السادات الذي اجتمع الكونجرس الأمريكي خلال أيام وأصدر قانون للاحتفاء والاحتفال وتخليد اسم محمد أنور السادات هذا البطل الذي خاض أشرف المعارك وتحدث بلباقة شديدة أمام البرلمان مجلس النواب مجلس الشعب وحي قواته المسلحة وقال ما قال أصبح لدينا درع وسيف هذا الرجل الذي قال سيأتي يوم نجلس فيه معا لنحكي ونتحاكى كي نقص ونحكي ماذا جرى وتتدرسه الأجيال وماذا قدم كل مننا لوطنه ولأمته ها نحن نجلس ونحكي ونتحاكى وأقول وأضيف ونتبهى نتبهى بهؤلاء من لا تاريخ له لا حاضر ولا مستقبل من يستطيع ومن يجرؤ أن يطمس تاريخ هؤلاء فهو متجرؤ غير متجرد لكن هذه الصورة التي أمامي تجمع الزعيمين الزعيم جمال عبد الناصر والزعيم أنور السيدات رحمهم الله رحمة واسعة وهؤلاء رحلوا بأكسادهم وبقيت سيرتهم العطرة وبقيت إنجازاتهم ومنجازاتهم ومحاولاتهم وحبهم لأوطانهم ولو كره الكارهون تحية إلى روح الزعيم محمد أنور السيدات